اشتركوا في القناة اظن اصعب من كده يعني مش هتلاقي دفون طب انا ايه اللي خلينا وصلتها للمرحلة دي بصراحة من يوم فتحت القناة وانا عايزة اعمل معاكم حاجة تكون مثلا عليها زيوت كتير وسبتها تركتها فترة طويلة واطلحها اغيرها من حال لحال تاني طبعا شايفين شكل عيني ازاي وشايفين النتيجة اللي انا وصلت لها ازاي رجعتها تعتبر جديدة جماعة المصفة دي انا متجاوزة بيها يعني انا جيبها بقى ل 18 سنة عندي وبستخدمها طبعا انا مش بسيبها كل مرة ايه واخسلها بعد ما توصل للمرحلة دي لا انا مش بعمل كده ابدا انا دايما يعني كل شهر بقمجي عاملها الخلطة دي وبترجع جديدة جديدة وزي الفل بس انا حبيت ان انا سيبها الفترة دي كلها عشان اعمل معاكم الفيديو المبهر ده معي المكونات كلها موجودة في البيت عبارة عن فنجان خل فنجان بريل فنجال كولوريكس الوان واللي معي ده في الطبق معلقة نشادر ومعلقة ملح لمون ده بقى بعصر اللمون وبحتفظ بالقشر بتاعه في الفريزر تمام هاستخدمه برضو معي كل المكونات دي موجودة عندنا كلنا في البيت طبعا الحلة دي انا باستخدمها دايما في الحاجات اللي زي دي احط كل المكونات كده فوق بعضها ومش هتاخد اي حاجة خالص وترجع جديدة زي ما انتم شفتوها كده في الفيديو انا وردها لكم وباذن الله يعني استخدم الخلطة دي في اي حاجة فيها دهون ممكن تعملي التركبة دي في بخاخة وترشي برضو على استراميك وتنظفي استراميك او تنظفي فرن البتجاز او اي حاجة التركبة دي موجودة في البيت عندنا كلنا الحاجات دي كلها يعني موجودة في البيت عندنا وباقل التكاليف هتنظفي اي حاجة حتى لو كانت كلها دهون طبعا انا حطيت بقى على التركبة حطيت اللي حطيت مية ورفعت الحلة كده على البتجاز وحطت بقى فيها المصفة هسفها بقى كده على البتجاز وكمان هجيب الغطة وغط عليها علشان انها تبدأ بقى انها تغلي تمام طبعا من الوقت للتاني هشيل بقى الغطة كده من عليها واجيب بقى المصفة كده وهي سخنة اهم حاجة توصل للدرجة غليان يعني ايه كويس يعني سيبها حوالي كده عشر دقيق رو بي ساعة تغليب المكونات دي شوفوا بقى بعمل بالمعلقة شايفين شايفين المنظر بيزي تشال بالمعلقة ازاي طبعا المصفة ذات نفسها مش هعملها بالمعلقة هعملها باستخدام السلك الخشم بس دي الحروب بتاعة المصفة انا بعملها كده بالمعلقة زي ما انتو شايفين كده فبتطلع معايا بسهولة ازاي المكونات كلها موجودة في البيت يا جماعة وهتنظفوا اي حاجة مهما كانت صعبة معاكم وكلها دهون هتنظف معاكم بكل سهولة هنا بقى باستخدام السلك الخشن هبدأ بقى ان انا انضفها كده انا بصراحة عشان اصور الفيديو معاك جديدة وتخفز عليها وتبقى معاك زي الفرن الاستهتار وحش يا جماعة والله بس انا انا المتعمدة ان انا اعمل معاكم فيديو زي ده علشان اعرفكم ان التركبة دي ممكن تستخدميها في اي حاجة في تنظيف البتجاز الدوني اللي بتبع على حوامل البتجاز الفرن بتاع البتجاز الصاج اللي في البتجاز ذات نفسه السيراميك كده يعني فالخلطة دي جبارة شايفين شايفين ينزل من الوصفة طبعا هرجع احطها تاني وزودت المية عشان توصل بقى للإيد وطبعا هفضل بقى نضف فيها وهوريكم النتيجة دي الحلة ذات نفسه اللي انا عملت فيها وندفت كان فيها طبقة صفرة ما شاء الله نضفت كمان الحلة غسلتها وبقيت زي الفل اللي انا عملت فيها الخلطة ودي كمان المصفة زي ما انتو شايفين كده ريجعت جديدة يا بنات زي الفل زي الفل جدي يعني فمن بالك بقى لو انت كل شهر بتعملي كده هتبقى انضف من كده بكتير ارأيكم بقى اظن حاجة كده يعني حاجات كلها موجودة في البيت وهتخليلك اي حاجة معاك زي الفل استخدموا الخلطة دي فاي حاجة عندك اي حاجة عليها دهون استخدميها زي ما قلنا كده للبتجاز للسراميك لا اي حاجة تصعب عليكي نضفتها وحاجات كلها موجودة في البيت يا بنات لا تنسوا نشبعه في اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد يا حبيبي تألبي ما استعلم